نعم في بيتنا مدمن وفي بيتكم مدمن أولادي وأولادك وأجدادنا وأحفادنا كلهم مدمنين مواد ما نعرفش إن هي إدمان ما نعرفش إن هي بتأثر على وظائف المخ النهاردة بالأبحاث العلمية هذبت لكم ليه الناس مش بتبطل سكر ولا خبز ولا حليب شركات المواد الغذائية وصلها إن في مواد في بعض الأكلات تعمل إدمان قبل ما تكلم عن نقطة دي وإن النقطة دي بتستخدم ضدنا مش في صالحنا في جهاز في الجسم اسمه اندورفنز انتهضم طعامك مؤلم جدا ضربة القلب الأمعاء وهي بتتحرك الأكل وهو بيتهضم لما بيحصل حدثة لقدر الله جمد قوي أو عطمك يتكسر أول ثواني ما بتحسش لأن في جسم اسمه اندورفنز في مخدرات مخلوقة جوة طبيعية عشان تعمل كزا دور منها أحد إن هي تحسن مودك أو تشيل القلم الشديد قوي من جسمك دي اللي لما اكتشفها الناس اللي بيبيعوا المورفين أو بيبيعوا الهيروين الهيروين ده بيشتغل زي الاندورفنز يعمل حالة من النشوة جمدة جدا يعمل حالة من عدم الألم يعمل حالة من النقطير كده ومش حزز بأي حاجة في الدنيا دي اسمها اندورفن أي حاجة اتمنتجة من بره اسمها اكسورفن اكس جاية من بره زي اكزت كده طريق الخروج دارس انجليزي يا أولاد أو اندورفن يعني حاجة من الداخل الأكل اللي هتكلم عليه النهاردة فيه بيعمل حاجة اكسورفن الاكسورفنز دي اكتشفها اليابانيين سنة 1978 تخيلوا من يعني بعد ما تولدت بسنتين اكتشفوا ان فيه حاجات اكتشفوها فين فأني مادة فأني أكلة قولوا انتو كده لا ينور عليكو بعيدوا الشطار في القمح القمح اللي اسمه جلوتين فيه مادة اسمها جلايدن الجلايدن دي لما تدخل الجسم بتعمل اكسورفنز أكينك خدت مورفين واحد تاني حاجة اتكلمت عليها في الحلقة الجمعة اللي فاتت اسمها ايه بيجي ملكازين بتعلى البن الباري اسمه ايه سيبن كازو مورفين اهي هي دي تاني مادة بتعمل ادمان وتشغل المورفين بتاع جسمك او زي مادة الهيروين اللي بنخدها برا اللي هي اللي في القلبان بقى اللبن تعرفوا دلوقت الناس ما تقدرش تستغن عن اللبن ليه او بتحب الأجبان قوي ليه تعرفوا دلوقت لما تشم رحة الخبز او ما تقدرش منتجات الدقيق تبقى ياه وفق الأكل يحلو من غير العيش الأكل يحلو من غير الكروسو صح للبيتزا بيعمل لي مزاجي لان الدقيق الجلايدن اللي فيه بيعمل اكسورفنز بيفرز افرازات في جسمك زي المورفين بالظبط هي دي مشكلتك لأ المشكلة ان 2015 اتنشرت رسالة في الجورنال أوف هيلتس بوبيليشن أند نويتريشن فيوليوم 33 قالت ايه قالت اللي بيكلوا منتجات أمح وهي دي سبب الحلقة النهار اللي بيكلوا منتجات أمح ممكن يكون عندهم حساسية الأمح اللي هو السيلياك ولكن الرسالة بتقول كده هتلوها تحت ولكن خصائص الاكسورفنز اللي فيه خصائص اللي شبه المورفين ماسكس اتز توكسيسيتي ويسيبوا كل اللي أنا قلته في الحلقة دي ويسيبوا اللي هقوله في الحلقة دي بعد كده ومسكوا في النقطة دي ماسكس اتز توكسيسيتي يعني بيخبي آثار سميته الأمح بيخبي آثار سميته الألبان بتخبي آثار سميتها الحاجة التالتة اللي هتكلم عليها السكر ولكن ده يعني حاجة تانية ده هو نفسه مورفين مش شبه المورفين فخلينا في الاتنين اللي قولينا قبل ما تكلم عن السكر فالاتنين دول الأمح منتجات الأمح والخبز والمكارونة والبيتزا الحاجات دي ممكن يكون انت عندك سلياك عندك حساسية شديدة قوي ولكن الاكسورفينز اللي بتعمله بتخبي علامات فما يحصل لكش أي مشاكل ويتدمر جسمك قدتك الدرقية تصلوا بشرايينك الدهون حساسية الإنسولين الكبد الدهني الدهون السلسية الشايخوخة وعجز الجسم والزهايمر كل والسكر كل ده يحصل لك ما أنا طول عمري باكل خبز ما حصل لش حاجة ما أنا طول عمري باشرب لبن وبحالتنا زي الورد لأنه اكتبوها على الحيطة والدول للناس اللي بتتكلم بيخبي أعراض السمية بتاعته دي لأظن لوحدها تخلي الناس تفكر ليه ناس كتيرة بتاكل وما بيحصل لاش حاجة ومرة واحدة تلاقيه في آخر عمره ده جاله مرة واحدة ضغط وسكر وسمنة ولا قدر الله يدخل في سرطان يقول لك أنا مع عمري ما اشتكيت من حاجة قبل كده لأن الامح ومنتجات الامح والجلوتين في ناس بيبين يجيب لهم انتفاخ وفي ناس بيخبي أعراض سميته لأنهم حساسين لمادة الاكسورفنز اللي بيفرزها وكذلك الألبان احمد ربنا لو جالك انتفاخ جالك جيوب أمفية جالك حساسية جالك إمساك لأن اللبن بيقولك أنا مضر الحليب ولكن في ناس الاكسورفنز اللي بفكرة بتاعه ما بيخب السمية فكتول عمر جدتي سليمة وبتشرب حليب ما حصل لاش حاجة وآخر عمرها تشوف عندها ماشية بشنطة الحجة جالها خمسين مرض لأن هي خبت سميتها دول اللي اتنين الحلوين التين ايجرز تعالوا ناخد كبير العلق الجراند فازر بقى اللي هو الأب الروح بتاع الكلام ده كله السكر حطولكوا صورة على الشاشة بص الايفكت بتاع السكر وبتاع الكوكايين الاتنين بالعكس ده السكر بينشط أماكن في المخ أكتر ما الكوكايين بينشطها تجربة الفران الشهيرة خلوا اتنين جروب من الفران فران تعيش على سكر وفران تعيش على كوكايين الاتنين لما تمزجوا ببعض الفران بتدت تروح لإدمان السكر وتسيب إدمان الكوكايين يعني المخ بيستجب بالسعادة أو بينشط أكتر من حالة السكر أكتر من حالة الكوكايين في حاجة كذلك اسمها ريورد في المخ لما تاكل حاجة جسمك ينقل مخك يشعلل مخك يديك جايزة مخك يديك سيروتونين مخك يديك سعادة السعادة اللي موجودة في الطرطة في الشوكولاتة في البسبوسة في الكنافة أكتر من السعادة اللي بياخد كوكايين يبقى السكر ده مش بيعمل إكسورفين ده هو نفسه مورفين ده هو نفسه أفضع من الكوكايين ده فيه دراسات اتعملت على علاقة السكر والاكتئاب والشيزوفرينيا لأنما إزاي ينشط الكم الكبير ده من المخ وما يكونش ليه تأثير على الحالة النفسية أو الأعصاب لا وطبعا ليه علاقة جمدة جدا بالاكتئاب وليه علاقة جدا بالشيزوفرينيا وليه علاقة جدا بالزهايمر وليه علاقة بكل مصيبة في الحياة فأنت حضرتك مش قادرة بطل سكر لأنك مدمن عالج نفسك واجه الحقيقة أنت مدمن فدلوقتي الخلاصة اللي أنا عايز أقولها ما تتكوش على الناس اللي مش قادرة تبطل خبز اللي مش قادرة تبطل حليب اللي مش قادرة تبطل سكر وحدة وحدة ده إدمال ده بيخلي مخك يديك سعادة ده بيخلي مخك يعتمد عليه ده بيشغل حاجة زي مورفين الجسم فلو سمحته ده سم قاتل بلا شبك الحليب البقري والكازين والجلوتين والأمع والسكر ده سم مفوش كلام ده سم أمراض العصر ده لو أنا ما طلعتش من قناة فكرة تاني غير إنك بس بطلت دول والله ما عاوز أكتر من كده لسه حد تعليق قريب يا دكتور أنت قلت حاجات كتير وحاجات مكلفة وخلاص مش هتابعك أنا تهت وقلت له بطل أربع حاجات وملكش دعو الباقي كله هلس مش مهم يا سيدي بطل الحليب البقري بطل الجلوتين وكل هو من الأمح بطل السكر وكل الحلويات بطل الزيوت المكررة والمهدرجة أربعة بس خذوا الأربعة دول ويسيبكوا من كل 300 حلقة اللي قلتهم ما عادي نوو فيتامينات هيجي بعدين امنع الدرر منع الدرر مقدم على جلب المنافع امنعوا دول دول إدمان دول مورفين دول بيبوزوا المخ بيبوزوا كمية مخات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر